دي حكاية نروح بقى لنادي الزمالك نروح بقى لنادي الزمالك والبطل الابرز في الايام اللي فاتت كان زيزو زيزو هيتبيع زيزو مش هيتبيع زيزو هيتجددله زيزو لسه متجددلهش وحكايات زيزو يتكلم والزمالك يرد عليه زيزو يقول انا عدت عشان خاطر جمعين نادي الزمالك وادارة الزمالك تقول له احنا كمان عايزين زيزو الدنيا حلوة ومن تحت لتحت كده ومن يميل لشمال أنا عايزك وإنت عايزني فتعال إيه نظبط الأمور ونحلها الاتنين بيشتغلوا على هذا الأساس زيزو والزمالك وأما حاجة زيزو وإدارة الزمالك وأما حاجة جمهور الزمالك ما يمسكش في حد فينا إحنا الاتنين نطلع مبسوطين وجمهور الزمالك بالتأكيد يكون مبسوط مسأل هي رأي في القصة دي أنا عادي في الرأي ده بيزعل جمهور الزمالك بس كنت أتمنى إن إدارة الزمالك هي اللي بتقول الرأي ده أو هي اللي بتبقى واضحة في القصة دي بس أنا هقوله وأمري للعي زيزو لعب كبير جدا 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 واحد من أفضل اللاعبين المصريين آخر 3-4 سنة ولم يكن أبرزه تمام؟ فيش خلاف يعني فيش خلاف على زيزو يعني مش محتاجين نقول أهمية زيزو للزمالك والمنتخم مصري لأي فريق أنا هيلعب فيه فزيزو مهم جدا دي حكاية زيزو كان جاي له عرض من نادي نيوم السعودي وصل لخمسة مليون ونص دولار خمسة مليون ونص دولار لو زودت شوية كان ممكن يوصل لستة مليون دولار وكي تحتعدي مع ضغط الجمهور الزمالك فإدارة الزمالك رغم أنا بقى أكد لك بقى رغم إنها كانت لا تمانع بعزيزو قال لك لأ نجدد لزيزو نحن مجلس إدارة يعتبر لسه جديد وجمهور الزمالك هي اللي بقى علينا وبفعلا بدأت الناس تكتب على السوشيال ميديا فلأ زيزو لازم يفضل طيب عشان زيزو يفضل أنت عندك لسه مشاكل مالية بالجملة بالجملة تعال عدهم لك لسه عندك غرمات وبتسدد فيها وقصص وقضايا وحكايات عندك مستحقات لعبين عن السنة اللي فاتت معظم اللعبين ما خدوهاش بشكل كامل عندك صفقات جديدة عايز تعملها بكواليتي كبير يعني تقدر تنافس الفترة اللي جاية عايز تقف على حيلك عايز تتنفس بعزيزو كان متنفس إدارة الزمالك عشان يقدر يعيد ترتيب البيت هتقول لي معرقى كريم لو زيزو ماشي من نادي الزمالك الزمالك هيتأثر جدا بص علمتنا الكورة من الأندية الكبيرة ما بتتأثرش بلاعب مهما كانوا تكمته هتقول لي إيه هقولك حزم إمام بطل الكورة في الزمالك والزمالك فضل يكسب بطولات آه الأهلي جيل بركاته بطريكة ومتعبوا وكمل بطولات في ريال مدريد كريسيا ورونالدو مشي وأفضل لعب في العالم بعدها سالي بعدها بنزيمة مشي وأفضل لعب في العالم وكمل بطولات برشلونا هوبيا تنفس من جديد بعدما مشي ميسي والأمور بتمشي والحياة بتمشي